اختلف السيناريو الذي اتبع خلال استجواب النائب عادل اخراف لوزير الاشغال العام ووزير الكهرباء والما في جلسة اليوم عن السيناريوهات التي اتبعت في استجوابات سابقة فبعيدا عن الضجة الاعلامية والزخم الذين يصاحبان الاستجوابات في العادة تمت مناقشة الاستجواب في الجلسة الاولى التي ادرج على جدول اعمالها فمع وصول المجلس الى بندل استجواب اعلن الوزير لابراهيم استعداده لارتقاء المنصة دون تأجيل وهو الامر ذاته الذي اعلنه النائب المستجوب الذي رأى البعض انه فوجئ برد الوزير الا انه صاعد المنصة وقدم محاور استجوابها الذي رد عليها الوزير مؤكدا وجود مثالب دستورية فيها الى ان الوزير تمكن دون عناء من تجاوز الاستجواب ولم يتمكن النائب المستجوب من كسب اصوات عشرة نواب يؤيدون طلب طرح الثقة مناقشة الاستجواب تمت او انتهت بعدد من التوصيات من بينها المبادرة الى تفعيل للمشاريع الكبرى التي تقوم بها وزارة الاشغال وفقا للبرنامج الزمني المحدد ومعالجة ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل دور وزارة الكهرباء في مجال مصادر الكهرباء للمدن الاسكانية للخطة المستقبلية لمؤسسات رعاية العامة للاسكان على غير ما كان يتوقعه الكثير من المراقبين واجه وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم استجوابه المقدم من النائب عادل الجارل الخرافي خلال جلسة مجلس الامة اليوم دون ان يتقدم بطلب لتأجيل الاستجواب وهو ما كان يتوقعه البعض رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اثناء بعد ختام الجلسة على اداء الوزير والنائب المستجوب خلال مناغشة الاستجواب متمنيا بان يسهم الاستجواب بتسليط الضوء على الغضايا المثارة اليوم اشكر الاخوين الفاضلين الاخ عادل الجارل الخرافي المستجوب وايضا الاخ الفاضل وزير الكهرباء وزير الاشغال العامة الاخ عبدالعزيز الابراهيم على مدار من نقاش ومداخلات وحوار تسم بالرقي وتسم باحترام كل طرف للطرف الآخر وبنهاية الاستجواب قدمت بعض التوصيات اللي حظيت على موافقة كل عضاء مجلس الامة ونتمنى ان شاء الله ان يسهم هذا الاستجواب في تسليط الضوء على بعض اماكن الخلل في الوزارتين المعنيتين من جهتي اكد وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم على اخذ توصيات المجلس بعين الاعتبار تمهيدا لتلافي ملاحظاتهم كما دعا الابراهيم الى تفعيل دور لجنة حكماء المجلس التي من شهنها تغريب وجهات النظر بين الوزراء والنواب اذا ما ارادوا تقديم المسائلة السياسية الى اي من الوزراء في لجنة نيف في المجلس تسمى لجنة الحكماء بحيث لماذا نصل الى هذه المراحل هو الهدف والوصول للحقيقة وبالتالي معالجتها لان ليس الهدف هو رأس الوزير او خلافه فبالتالي نرجو ان في المستقبل مثل هذه الامور يعني يتم التشاور فيما بينها تكون ببسط كذلك في وجود لجنة الحكماء لمناقشة اي مثال قد يكون في كثير من الامور يكون في اسوق فهم المعلومة غير واسطة بالشكل الصحيح يعني وبالتالي نستطيع معالجتها اللي خرجنا فيه مثل ما تعرفون بتوصيات وان شاء الله هذه التوصيات راح تأخذ بعل الاعتبار من خلال الوزارتين عشان نستطيع ان نحل هذه المشاكل من جانب يعتبر نابعاد الاخرافي مقدم الاستجواب ان ما خرج المجلس به من توصيات كفيلة بتصحيح مواطن الخلل التي ذكرها خلال الاستجواب اذا ما نفذها الوزير وفي سؤال لغنات الكوت عن عدم تقديمه لكتاب طرح الثقة اشار الاخرافي الى عدم تمكنه من تجميع العدد المطلوب للكتاب اعتقد ان التوصيات ستكون كفيلة بالاصلاح اذا رأى الوزير انه يتفاعل مع توصيات المجلس ما لم تكون له اراء تختلف عن ذلك تم محاولة بعض الاخوان بتقديم طرح الثقة ولكن لم يكمل العدد انتهى استجواب اليوم والمقدم من النائب عاد الغرافي للوزير عبد العزيز الإبراهيم بمفاجأتين الاولى كانت عندما قرر الوزير صعود المنصة دون طلب التأجيل وهو ما خالب توقعات سياسيين فيما كانت المفاجأة الاخرى هي عدم قدرة النائب على تقديم كتاب طرح الثقة لعدم اكتمال العدد المطلوب حمد النبهة من مجلس الأمة قناة الكوت ترجمة نانسي قنقر